اشتركوا في القناة في استكمال مساعي الجزائر للوصول إلى وضع آليات تنفيذية لترجمة اتفاق الجزائر فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وهذا بالنسبة لنا شيء مهم جدا نحن نأمل أن نتمكن من ترجمة مثل هذا القرار عندما يتم اعتماده من قبل القادة كما أشرت في البداية جئنا كوفد لدولة فلسطين ولدينا توقعات عالية جدا أن الجزائر بما تمثله من موقف متقدم في دعم القضية الفلسطينية الجزائر هو الشريك التاريخي لفلسطين وعليه وفي على أرضها تم أيضا الإعلان عن إعلان الدولة في عام 1988 وعليه كنا نتوقع وهذا ما سمعناه أيضا من الإشقاء في الجزائر وعلى رأسهم الرئيس الجزائري وأيضا الحكومة الجزائرية بأن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر